ننتقل الآن بالرادار إلى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل إذ أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلية إير لابيد موافقة مبدئية على قبول مقترح الوسيط الأمريكي حول اتفاقية بشأن الحدود البحرية مع لبنان بدوره اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية بني مينتنياهو أن موافقة لابيد تمثل تفريطا في الحقوق الإسرائيلية وهو ما رفضه لابيد معنا من القدس مرسلنا نضال كناعنا نضال مرحبا بك معنا إذن عقبات قانونية يتم تلويح فيها على ما يبدو سجال سياسي انتخابي فيما يتعلق بهذا الموضوع إلى أي مدى يمكن أن يعصف بفرص التوصل إلى صفقة قريبا نعم إيمان عمليا الجدال الدائر الآن في إسرائيل هو في صيغته جدال قانوني لكنه في الأساس هو جدال انتخابي داخلي في إسرائيل الحكومة الحالية ورئيس الحكومة يقول بأن الاتفاق الحالي الذي عرضت مسودته على الحكومة الإسرائيلية ويتم البحث فيها الآن هو نفس الاتفاق الذي كانت تسعى إليه حكومة نتنياهو وهذا ما أكده وزير الطاقة السابق في حكومة نتنياهو يوفال شتاينس وهو من حزب الليكود لكن نتنياهو يقول بأنه سيعترض على هذا الاتفاق وبأن الليكود قد يتوجه إلى محكمة العدل العليا ضد التوقيع على هذا الاتفاق بحجة أولا أن لابيد غير مخول بالتوقيع على مثل هذا الاتفاق خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة انتقالية على بعد أقل من شهر من الانتخابات في إسرائيل ثانيا القانون هناك قانون أساس في إسرائيل ينص على أنه حين توقيع الحكومة على اتفاقية يتم بموجبها التنازل عن أراضي أو مساحات إسرائيلية أو تقع تحت السيادة الإسرائيلية فإنه على الحكومة إما الإتيان بهذه الاتفاقية إلى الكنيسة والحيازة على موافقة ثمانين أو أكثر من أعضاء الكنيسة المائة وعشرين أو إجراء استفتاء عام في إسرائيل على هذه الاتفاقية من جهة مقابلة الحكومة تقول بأن هذه الاتفاقية أو هذا القانون لا يسري على هذه الاتفاقية كونها تتطرق إلى الحدود للمياه الاقتصادية الإسرائيلية وليست المياه الإقليمية الإسرائيلية وبالتالي هي منطقة لا تخضع للسيادة الإسرائيلية بالمعنى القانوني لكلمة السيادة لا تخضع بشكل عام للسيادة الإسرائيلية وبالتالي يمكن للحكومة إقرار هذه الاتفاقية وجعلها سارية المفعول طبعا هذا الخلاف القانوني يمكن أن يؤثر على الاتفاقية يمكن أن يؤدي إلى تأجيلها لأيام وأسابيع طويلة خاصة أن إسرائيل الآن على باب فترة الأعياد التي تتعطل فيها كل المؤسسات الرسمية في إسرائيل وهناك الانتخابات في إسرائيل إذا تم تعطيل التوقيع على الاتفاقية فإن هذا سيؤثر بشكل كبير على الاتفاقية وعلى قضية استخراج الغاز من حق الكاريش حيث أن إسرائيل تسعى أولا إلى توقيع الاتفاقية مع لبنان ومن ثم بدء باستخراج الغاز من حق الكاريش منعا للمواجهة مع الجانب اللبناني حول هذا الموضوع بالتأكيد شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات ندى الكناة مراسلنا من القدس